يا إخواني آية اليوم سمعتها في صلاة المغرب والله إنها مؤثرة من أجل ذلك طلبت المصحف وفتحت على هذه الآية حتى قرأها بين يديكم الله سبحانه وتعالى يختم صورة المدثر بآية عظيمة جدا يقول ربي سبحانه وتعالى فيها وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفر كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى وهو العظيم وهو العظيم سبحانه وتعالى كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى وهو الذي قال في كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى وهو الذي رفع السماء بلا عمد نراها وذكر ذلك ربي في آياتين من كتاب الله آية في سورة لقمان عندما قال الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها والله جل وعلا هو الذي قال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله عز وجل كيف لا يتقى وهو الذي رفع سبع سماوات طباقا كيف لا يتقى سبحانه وتعالى ويعظم وهو الذي قال في سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا وهو الذي شق أسماعنا وأبصارنا الله الذي خلقكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر